ماجد الفهمي على هاشتاق البرنامج وفي واحد موجه لك رسالة يقول يقول ماجد الفهمي يقول الاتحاد ليس ممتع وهو اكثر فريق مسجل هذا الموسم ب11 هدف وناديه اللي المفروض ممتع مسجل اربعة بس واعتقد ان النادي الوحيد في التاريخ اللي يسجل من قدم الحارس الى المهاجم رمرينهم وفي مرمى من في مرمى ومعقل النصر خفف تعصبك شوي انت ومحمد العنزي لا لا يا غاليا ماهي تعصب ولا شيء أبدا نتكلم عن في شيء اسمو دي nhiنا انا ما اتكلم عن اتحاد الموسم هذا ولا اتحاد عشر سنوات ولا عشرين سنة ولا تتكلم عن تلا تكلم تعالا الخمسة الان외 تكلم عن اتحاد اللي لفاز علاني ثمانة ثنين ولا ايش وأبدا تقول السنة هادي ولا السنة اللي قاب لقد تتكلم عن اتحاد زمان ها او الااتحاد اللي انسح مقدام لناه لمرتين قصتنك ولا ممكن هي هادي يعني ممكن يبغل أن أشفوه لا لا في شيء اسمو دي ان ايل فريق هو كده هوية هذا أيام ما كانت تفوز بنص ريال عشان أنت الشمس بتغيف ما في إضاءة كان بنص ريال ويفوز الفريق كمل كمل يا ابن أحلا المسألة هي هوية فريق كيف يلعب الفريق هذا تقدر تقول لي إيطاليا ممتعة على سبيل المثال ما تقدر تقولنا هذا الإيطاليا ممتعة إنجلترا سابقاً كانت ممتعة لا الآن تحول تحول الأمر إلى كرة شاملة في شيء اسمه كرة شاملة لعب جديد وكرة حديثة لا النصر والاتحاد أنا أتكلم عنه بسوى قوة شراسة عن فون هل هذه تنقص منهم بالعاكس هذه روح وطاقة وإيجابية لبعض الفرق لكن في الهلال والشباب والأهل حتى الحكام يقولوا نتعب مع الفرق هذه لأن التحرك فيها سريع جداً نتعب لأنه كرة شاملة كرة مفتوحة مش مقفلة إن شاء الله أنه تكون فهمت وجهة نظري وترى الاتحادين على العين وراسي